بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورد في الأثر عن عطاء وهو من كبار التابعين أنه دخل هو وعبيد الله بن عمير على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال لها أخبرين عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت ليلة من الليالي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذريني أتعبد أي تركيني لكي أتعبد أصلي وأقوم الليل فقالت يا رسول الله لكني أحب قربك فقام فتوضأ ثم قام يصلي وقام يصلي وبكى وظل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجرة ثم بكى حتى بل الأرض فجاءه بلال يعلمه بالصلاة أي بدخول وقت صلاة الفجر فوجده على هذه الحالة فقال له يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار في هذه الآية الكريمة لما أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يصف أولي الألباب من عباده المؤمنين وصفهم بأنهم يفعلون أمرين يجمعون في العمل بين أمرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يجمعون بين عبادتي الذكر والفكر يجمعون بين ذكر الله وبين التفكر في كتاب الله ومخلوقات الله والذكر والفكر قرينان مقترنان فإذا كان الذكر هو حركة اللسان بالثناء على الله وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فإن الفكر هو التدبر والتأمل في كتاب الله وفي مخلوقات الله وفي مخلوقات الله إعمال للعقل إعمال لهذه النعمة العظيمة التي منحها الله تبارك وتعالى للإنسان أما الذكر فهو من العبادات اليسيرة بل هو أيسرها تستطيع أن تفعل الذكر في كل الأحوال على كل حال وأنت متوضي أو غير متوضي وأنت قائم وأنت متجع وأنت تمشي على كل الأحوال لذلك ورد في القرآن الكريم الأمر بفعله على جهة الكثرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة وقد ورد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر وهو أحد الصحابة أنه قال جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أخبرنا عن خير الناس فقال خير الناس من طال عمره وحسن عمله فقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ونسأل دائما هذا السؤال فما أفضل الذكر؟ ونقول إن أفضل الذكر حيث تجد قلبك إذا وجدت قلبك منشرح إلى استغفار فهذا باب قد فتح الله لك به فأكثر من الاستغفار وإذا وجدت قلبك شرح إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فواضب على ذلك ففي ذلك خير كثير كفاية الهموم قضاء الحوائج غفران الذنوب في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأما الفكر فهو التدبر والتأمل في كتاب الله المصطور وهو القرآن الكريم من استنباط معانيه واستخلاص مراميه وأيضا التدبر والتأمل في مخلوقات رب العزة سبحانه وتعالى وقد ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس قال كنا جلوس في المسجد حلق حلق أي حلقات في المسجد فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما أنتم أي ماذا تفعلون فقالوا كنا نتفكر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم كونوا هكذا تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق إن نعمة التفكر إعمال للعقل وعبادة عظيمة حتى ورد عن الإمام الحسن البصري أنه قال تفكروا ساعة خير من قيام ليلة اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا افتوح العارفين بك اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين